اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جالك السؤال في صيغة اكمل جالك صح وغلط جالك تعريف انت كطالب هتقدر تحل اي سؤال باي صيغة تجيلك هتفق معكم على حاجة احنا مادتنا طبعا انتوا عارفين انها مادة نظري انما مادة تعتمد على الفهم انت كطالب لو مش فاهم المعلومة وحافظها بس جاتلك في الامتحان بالشكل ده يبقى انت لازم تحلها بالشكل اللي قدامك طب لو جاتلك بشكل فني السؤال فيه فنيات السؤال مثلا بصيغة معينة غير اللي انت متعود عليها او اللي انت حافظها طبيعي مش هتقدر تحل الامتحان او مش هتقدر تحل السؤال يبقى انت لازم تبقى فاهم المعلومة كويس جدا وبناء على فهمك للمعلومة هتقدر تحل اي سؤال باي كيفية تجيلك او باي نوع من انواع الاسئلة يبقى تعالوا نعمل مراجعة في شكل سين وجين قبل ان نبتجي في الدرس التاني النهاردة اول سؤال بيقول لي ما هو المقصود بالتنفيذ لما اجي اقول لك في الامتحان عرف للتنفيذ في اللغة هتقول لي ايه هو مجرد فكرة بتبقى جوه دماغي انا بخرجها من مجرد فكرة او من حيز التفكير لحيز التنفيذ يبقى حاجة في دماغي كفكرة بعد كده انا بخرجها بنفزها يبقى هو ده اسمه التنفيذ يبقى تقول لي الاجابة هو تحقيق الشئ واخراجه من حيز الفكر والتصور الى مجال الواقع الملموس ممكن يجي لي سؤال يقول لي مثلا التنفيذ في القانون في القانون بيعني ايه هقول له احدى معناين التنفيذ الاختياري وممكن يجب لي ده كتعريف هقول له هو الذي يتحقق بقيام المحكوم عليه بان هو ينفذ الحكم اللي صادر ضده طواعية واختيارا يعني انا هو ما اكبرتكش انا بقولك انت كمحكوم عليك او كمتهم صادر ضدك حكم او صادر ضدك قرار يبقى واجب عليك ان انت تنفذه اختيارا طيب ممكن اقول له المعنى الثاني التنفيذ الجبري وهنا معناه ان انا الشخص اللي اتحكم لمصلحتي او اللي ليه حق ورفعته من انا عليه دعوة باجي اقول ان الشخص اللي محكوم عليه او الشخص اللي مدعي عليه ما نفذش التزامه يبقى في الحالة دي بعمل ايه بلجأ للقضاء بقول لهم لو سمحتوا انا عايز الشخص ده ينفذ التنفيذ جبري يعني ايه جبري يعني هو مرضيش ينفذه باختياره فهنا القانون او القضاء بيقول لي ايه هينفذه بالاجبار طيب ممكن بعد كده نشوف السؤال اللي بعديه ممكن يجيلي في صيغة اكمل ممكن يجيلي في صيغة سؤال نظر احنا اتفقنا ان انا ابقى فاهمة المعلومة عشان فهم لي المعلومة اللي هيخلينا اقدر احل السؤال باي صيغة هيقول لي ما هي طرق التنفيذ الجبري هقول له التنفيذ العيني والتنفيذ غير المباشر طيب ممكن نعرف التنفيذ العيني ممكن يجيلي مصطلح هو قيام المدين بتنفيذ عين ما التزم به في مواجهة الدائن وبيوصف بانه التنفيذ ايه المباشر اذا كان موضوع الالتزام طبعا تسليم بضاعة معينة يعني انا دلوقتي صدر ضدي حكم ان انا لازم انفذ انفذ الحكم اللي علاق اللي هو ايه ان انا اسلم بضاعة معينة يبقى في الحالة دي هو هنا محددلي بالضبط ايه اللي هيتم تنفيذه ويبقى انا واجب علي ايه واجبت علي تنفيذه اللي هو اسمه تنفيذ مباشر طيب تاني حاجة ممكن يقول لي عرف التنفيذ غير المباشر هو التنفيذ بمقابل ليه الشخص اللي صدر ضد الحكم ما نفسش الحكم اللي عليه في الحالة دي ايه بطلب تعويب نتيجة عدم تنفيذ الحكم يبقى انا كشخصي مدعي او اللي برفع القضية او اللي هي مصلحة بطلب ايه بطلب تنفيذ الحكم ولو ما تنفسه يبقى بطلب ايه بطلب تعويب نتيجة عدم التنفيذ طيب ممكن يجي بعك يا سؤال ممكن يجي لي اكمل ممكن يجي لي نظري من هم اشخاص التنفيذ هقول له هم السلطة التي تبشر التنفيذ وطرف الحق في التنفيذ والغير ممكن يجي لي سؤال يقول لي تكلم عن السلطة التي تبشر التنفيذ من هي هقول له بيجر التنفيذ تحت اشراف ادارة التنفيذ والتي تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية يبقى ممكن يجيني برضو ده صيغة اكمل هيقول لي بينشأ في كل محكمة نقط يبقى انا هقول له ابتدائية لان انا خلاص بقى فهمة المعلومة ويجوز بقرار من وزير العدل زي ما قلنا قبل كده في الدرس اللي فات ان وزير العدل هو اللي بقرار منه ينقل قاضي يعزله يحاوله محاولة تقديبية محاكمة تقديبية وكي نيابة مثلا يتم نقله من مكان لمكان او نتبه من مكان لمكان يبقى وزير العدل اللي هو اعلى سلطة قضائية بالنسبة للقضاء هو اللي بقرار منه يقدر ينقل او يندب او يعزل او يحاول حد ايه الى محاكمة تقديبية تكلم باجاز عن ادارة التنفيذ هنا انشأ المشرع ادارة مستقلة لتنفيذ الاحكام وبيرقسها او بيتولى الاشراف عليها مين قاضي بمحكمة الاستقناف برضو ممكن تجي لنقط يبقى هقوله الاجابة قاضي بمحكمة الاستقناف وبيعاونه طبعا عدد كافي من القضاء اللي هما قضاء المحكمة دي وزي ما اتفقنا دلوقتي انه بينتضبهم مين وزير العدل لازم ياخد الموافقة الاول من المجلس الاعلى وقضاء من المحاكمة الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الاقل وبتختارهم طبعا مين الجامعية العمومية ممكن يجيني سؤال اكمل ممكن زي ما اتفقنا ناظري من هم اعوان قاضي التنفيذ هقوله معاون التنفيذ حارس الاشياء المحجوزة والخبير المسمن ورجال الضبط القضائي ممكن مسلا يجي لي سؤال هل يعتبر الخبير المسمن من اعوان قاضي التنفيذ هقوله صح يبقى احنا اتفقنا ان احنا عرفنا هول معلومة تجيني باي نوع من انواع الاسئلة باي كايفية انا قطالب خلاص فاهم المعلومة مش حافظ بس انا فاهم فبالتالي اقدر احل اي سؤال يجيني في الامتحان طب من هم معاوني التنفيذ هم عبارة عن موظفين عموميين وبينظم هؤلاء في ادارة خاصة بيهم بتوجد في كل محكمة ابتدائية وبيطلق عليهم معاوني التنفيذ بيشترد بقى فيهم ايه ان هو كشخص ما بيكون معاون تنفيذ ان هو يكون معي لصنص حقوق يعني هواخد اجازة في الحقوق وطبعا هو بيكون بايه باعلان الاوراق القضائية الى الخصوم يبقى ممكن يقول لي من هم اللي يقوموا باعلان الاوراق القضائية للخصوم زي الانذارات او صحف الدعاوي هقول له مين بين قسين او هقول له اللي اجابة في نقط معاون التنفيذ طب تكلم باجازة عن حارس الاشياء المحجوزة لازم عشان لما يكون في حجزه هنعرف كمان شوية بقى بالتفصيلة ما نتكلم عن الحجز لما يكون في حجزة على مكان او حجزة على اشياء او بضائع ايا كان عشان يبقى ده تمييد لباعها لازم يتم تعيين حارس عليها ليه علشان انا امنع المدين من انه هو يخدهم يباعهم يخدهم يخفيهم يخدهم يمنع المداء انه هو ايه يخدهم يباعهم مزاد علني عشان يستوفي حقه او قد يستوفي دينه يبقى في الحالة دي انا بعين حارس بقول له انت موجود في المكان ده عشان تحرص الاشياء دي ممنوع ان حد يقرب منها او ايه او يجي جنبها او يتلفها او يبوزها او يعمل فيها اي حاجة طيب تكلم باجازة عن الخبير المسمن قد لا يستطيع معاون التنفيذ او قادي التنفيذ انه هو يقدر قيمة الشيء عشان يباع مزاد علني زي مثلا طحف اسرية او مثلا طحف كرسي مثلا اسري اه حاجات مثلا انتيكة الحاجات دي ايه ماينفعش انا كقادي تنفيذ او كمعاون تنفيذ اعرف تمنها كان بالتقريب لان انا زي ما هنعرف دلوقتي انه في المزاد ده العلني بحط مبلغ مقدما كده بيتحط ايه قبل ما ايه قبل ما نجي نتزل المزاد انا كقادي تنفيذ ومعاون تنفيذ انا معرفش الكلام ده يبقى بجيب واحد اسمه خبير مسمن هو اللي بيقول لي تمن الشيء ده بالتقريب كام في السوق المهاردة او في اليوم اللي هيتم ايه البيع فيه تكلم باجازة عن رجال ضبط القضائي القانون هنا رخص لمعاوني لمعاونات تنفيذ ان هو يستعين برجال ضبط القضائي عند اجراء الحجز على اموال المدين من اجل طبعا ايه في اي صعوبات في اي مشاكل بتحصل المدين هنا لما جينا نحجز على الاموال دي رفض ان مأمور ضبط القضائي يدخل المكان يحجز عليه يبقى في الحالة دي ايه مأمور ضبط القضائي هنا بيكون موجود علشان يمنى حدوث اي مشاكل تحصل اثناء ايه اثناء فترة قيام الحجز من هم طرف الحق في التنفيذ ممكن اجيلك في الامتحانة اقولك ايه الطرف الايجابي في التنفيذ يسمى هتقولي طالب التنفيذ وممكن اقولك الطرف السلبي في التنفيذ هو نقط هتقولي المنافس ضده او ممكن اجيب لك السؤال عموما مثلا اقولك نقط من هم طرف الحق في التنفيذ هتقولي الطرف الايجابي في التنفيذ والطرف السلبي في التنفيذ عرف طالب التنفيذ بقى مين هو هو كل من يجري التنفيذ لصالحه على مال معين سواء طلب هو التنفيذ او القانون هنا هو اللي دخله نتيجة إنه هو ليه مصلحة أو ليه يد فيه أو ليه جانب لازم يدخل فيه فبتدخله بناءً على إيه بناءً على إجراءات التنفيذ يبقى إما هو اللي بيدخل بنفسه أو القانون هنا هو اللي بيوجبه إنه هو إيه يدخل في التنفيذ إيه الشروط الوجد توافرها في الطرف الإيجابي لازم يكون ليه صفا يعني لازم يكون صاحب حق طبعا أنا من ونفاعش أخش القضية وأنا مليش صفا أو مليش حق الأهلية وهي أهلية الأداء وهي أهلية الإدارة تلاتة المصلحة ولازم يكون ليه مصلحة طبعا قائمة بيقررها القانون عرف الطرف السلبي فيه التنفيذ ممكن تجيني مصطلحة وأكمل هقوله هو من يلزمه القانون بالأداء السابت بالسنة دي التنفيذي وبيطلق عليه المنفس ضده أو المحجوز عليه أو المدين وبتتخذ إجراءات التنفيذ فيه مواجهته طبعا عشان بكبره أنه هو يوفي بالدين إلا عليه ما هي الشروط التي يجب توافرها في الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لإجتداؤه أول شرط أن يكون الحق محقق الوجود وهنا ما ينفعش أروح أرفع قضية على حق أو على شيء مش موجود أصلا أو شيء مستحيل أنه هو يبقى موجود لازم يكون الحق محقق الوجود يعني بالفعل هو موجود ومحقق وجوده تاني شرط أن يكون الحق معين المقدار يعني إيه؟ يعني لو كنا مثلا القضية تم رفعها عشان أنا عايزة أحجز على مال معين أو ليه حق مالي معين يبقى لازم المال ده يكون إيه؟ محدد ومعلوم في محضر الحجز أو في القضية اللي أنا برفعها بطلب إيه؟ حق المالي إذا كان المطلوب بقى تسليم شيء منقول زي مثلا على سبيل المثال هنقولنا أن على سبيل المثال أنا عايزة إيه؟ أنا عايزة اللي يتم تسليمه يكون مثلا إيه؟ ميتش والرز يبقى أنا هنا عملت إيه؟ حددت النوع حددت الكمية حددت المقدار بتاعه يبقى أنا هنا لو كان الشيء ده من الأشياء اللي هي منقولة لازم أحدد النوع والمقدار بتاعها بالضبط إيه؟ إذا كان بقى عقار يبقى لازم يتم التنفيذ على عقار موصوف وصف دقيق أنا وصفه بالضبط ومعرفه اللي هيروح ينفذ أنت هتنفذ على إيه؟ يبقى أنا لو بنفذ على عقار لازم يكون إيه؟ محدد طيب الشرط الثالث أن يكون الحق حالي الأداء ماينفعش أكون بتكلم على حاجة أو على شيء هيبقى في المستقبل لازم يكون الحق موجود دلوقتي زي ما قلنا في أول شرط إنما لو كان هيتواجدت المستقبل يبقى مش من حق أنه نرفع قضية هنا القضية هيقول أنت ترفعها قضية على إيه؟ على شيء أصلا لسه مش موجود طيب ما هي الشروط اللي يجب توفرها بقى في السنة ده التنفيذي؟ أن يكون من بين السندات التنفيذية اللي بينص عليها المشرع وهي عند الأحكام، عند الأوامر، عند المحرارات الموثقة محاضر الصلح اللي بتصدق عليها المحاكم أو المجالس الصلح والأوراق الأخرى اللي بيعطيها القانون هذه الصفة الشرط الثاني بقى أن يكون السند مشتمل على الصيغة التنفيذية يعني على الصورة دي الصيغة التنفيذية الصيغة التنفيذية دي اللي بتقول أنه خلاص الحكم صدر يبقى واجب أن يتم التنفيذ يبقى هنا القضاء أو القاضي اللي بينظر القضية هو اللي بيكتب على الصورة بتاعة الحكم الصيغة التنفيذية هنعرف الحكم هو القرار الصادر من جهة قضائية بعد تحقيق طبعا كامل وكل الإجراءات القضائية عملت وكل الضمانات اللي بيضمن بيها المدعي إن الحكم ده هيصدر لصالحه ويجيب له حقه يبقى كل الإجراءات وكل الضمانات حصلت وبناء عليها صدر قرار من القاضي هو ده اسمه الحكم ممكن يجيلي التعريف ويقولي في الأول نقط هو كذا 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 يبقى أنا عرفت إيه؟ يبقى أنا في الحالة دي هعرف إن الحكم هو ده التعريف بتاعه عشان كده قلنا بقررها لكو تاني إن أنا بقى فاهمة المعلومة مش بس حفظة طيب عرف المحرارات الموثقة هي المحرارات المجتملة على تصرفات قانونية والتي يحررها الموظفون المختصون بتحررها وتوسيقها طبعا بمكاتب التوسيق اللي بيكون طبعا لوزارة العدل أو القناصر اللي بيكونوا موجودين في الخارج عشان هم يعتبروا موثقين إيه هي الشروط اللي يجب توفرها عشان يعتبر المحرر الموثق ده سنة تنفيذي يجب أن يتم التوسيق بالشكل اللي رسم القانون زي ما لسه قالينا هون في السؤال اللي أبيه على طول بالشكل القانوني وعنده محرر عند شخص هو اللي مسؤول عن التوسيق ويجب أن يرد التوسيق على التزام يجوز تنفيذه جبرا تلاتة يجب أن يكون هذا الالتزام محقق الوجود ومعين المقدار يعني أنا عارفة كويس أو الالتزام اللي علي ده إيه معين ومحدد وحل طبعا الأداء يجب أن يرد هذا التوسيق على مضمون المحرر نفسه مش على مجرد التوقيع عليه أو التاريخ أنا بتكلم على إيه على حق موجود في ورقة يبقى الحق ده أو موجود في الحكم يبقى أنا بتكلم عن الحق اللي موجود في الورقة دي أو في الحكم ده هو اللي إحنا عايزين ننفذ عليه يبقى لازم يكون الحق إيه وارد في ورقة موثقة عرف محضر بيع المنقلات المحجوزة هو محضر البيع اللي بيحرره المحضر ويعتبر سند تنفيذي في حد ذاته ويجوز التنفيذ عن طريقه في مواجهة اللي بيرسى عليه المزاد أو في مواجهة المحضر الذي إيه المحضر إيه اللي حرره طب عرف الصورة بقى التنفيذية هي صورة من أصل السند التنفيذي سواء كان حكم أو كان أمر أو محضر صلح وبنكتب عليه يعني بنزيل على هذه الصورة ألفاظ معينة بيفهم منها أو بيعرف منها إن هي دي الصيغة التنفيذية وبتتضمن إيه؟ أمر للمحضرين بإنهم يقوموا بعملية التنفيذ وأمر إيه لرجال السلطة العامة بإن هما يعاونوهم أي أثناء عملية التنفيذ طب إيه يا مسودة الحكم هي الورقة اللي بيحرر عليها الحكم وبتشتمل على منطوقه وأسبابه ويوقع عليها من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم والقضاء الذين اشتركوا معاه في إصداره إيه الشروط اللي يجب توفرها لتسليم الصورة التنفيذية للحكم القضائي؟ يجب أن ألا تسلم الصورة التنفيذية إلا لخصم من الخصوم الماسلين في الدعوة ما ينفعش لأي خصم تاني وما ينفعش يتم تسليم إلا واحدة بس يبقى يجب ألا تسلم الصورة التنفيذية للحكم إلا لخصم اللي تضمن الحكم عود منفعة عليه يعني أنا دلوقتي اللي صدر الحكم اللي صالحي يبقى أنا اللي هتحصل علي منفعة مش أنا الشخص اللي مطلوب مني إنه نعمل شيء أو التزام لأ أنا الشخص اللي هيعود علي منفعة وبالتالي هو ده الشخص اللي بيسلم مني إيه؟ الصورة التنفيذية من الحكم طيب بيتسلم بقى للخصم التاني اللي أصاده في القضية اللي هو صدر ضد الحكم إمتى لو الحكم هنا قم طالع بيقول إن كل الطرفين كل الطرفين عليهم إيه؟ عليهم التزامات طيب بالحالة دي بيسلم الصورة التنفيذية لمين؟ للطرفين المدين وإيه؟ والده طيب تلاتة يجب تسليم صورة واحدة زي ما لس ايلالكو ليه عشان انا لو سلمت اكتر من صورة انا دلوقتي هونوها معايا اكتر من صورة تنفيذية هاجي النهاردة اقول ايه عايز انفس بالصورة دي هاجي كمان شهر انا في معايا هو صورة تنفيذية هنفس بالصورة دي يبقى في الحالة دي ايه انا بتلاعب بعملية التنفيذ او انا هنا ببنفسش بشكل قانوني او مش بشكل صح يبقى في الحالة دي لازم تسلم صورة ايه تنفيذية واحدة يشترط لتسليم صورة تنفيذية من الحكم ان يكون جائزا تنفيذه جبرا تعالوا بقى نبتجي نهاردة في الدرس التاني وهو محل التنفيذ ايه اللي يجوز الحجز عليه وايه اللي لا يجوز حجزه كيفية تحديد محل التنفيذ والاموال التي لا يجوز حجزها هنتكلم عن كل واحد لوحد اول حاجة كيفية تحديد محل التنفيذ ايه الشروط اللي يجب توفرها في محل الحجز أن يكون محل الحجز مالاً أن يكون المال مملوكاً للمدين وأن يكون المال قابل للحجز هنعرف كل واحدة طبعاً لوحدها أول حاجة أن يكون محل الحجز مال يعني إيه محل التنفيذ عن طريق الحجز والبيع لا يكون إلا عن طريق مال أنا دلوقتي بحجز على الشئ ده ببيعه إزاي بعمل مزادة على أني على الشقة لا أنا بعمل مزادة على أني على تمن الحاجة يبقى في الحاجة دي في الحالة دي احنا بنقول ان محل الحجز ايه مال او موضوع ايه مال او ايه او نقود يستوي ان يكون مال نقدي او حق ماليا واردا على شيء منقول او عقار زي ما لسه قيله انه ممكن يكون الحق ده ايه فلوس او احنا هنبيع الشقة دي وفلوسها هي اللي هنسدي بها الدين على الشخص ده يبقى ممكن يكون نقدي او ممكن يكون حق على منقول او عقار طب لا يجوز بقى الحجز على الحقوق المتعلقة بشخص المدين زي حقه على المؤلف بتاعه أنا عاملة مؤلف عاملة بحث مثلا عاملة مجلة عاملة جريدة عاملة مثلا مؤلف قانوني أنا عاملة مجلة يبقى الحاجة دي ايه أنا الشخصي اللي هو المؤلف يبقى في الحالة دي ما ينفعش يتم الحجز عليها هناك بقى حقوق بتعتبر ملحقة بالحقوق الشخصية ولا يجوز الحجز عليها أو نقلها زي حق الانتفاع أو السكن تاني حاجة عندي أن يكون المال مملوكا للمدين هو أنا دلوقتي على سبيل المثال في واحد اسمه آسر آسر دا ليه عندي دين جي عشان ينفذ الدين بتاعه أو جي عشان ياخد الدين بتاعه قلت له بص أنا عندي الشقة دي هي اللي هنفذ الدين عليها جينا ساعة تنفيذ الدين الشقة دي مش ملكي أصلا الشقة دي ملكة أخويا يبقى في الحالة دي آسر بيعمل ايه بيروح للقضاء بيقوله أنه هتم الحجز علي شيء مش ملكه يبقى لازم يكون تاني حاجة ايه المال اللي يتم الحجز عليه ملكي أنا وبناء عليه بيتم الحجز عليه وبيعه في مزاد عليه يجب ان تثبت طبعا ملكية المدين للمال ده او للشيء ده منذ بداية الحجز وطبعا ده بيكون ايه عن طريق سندات ملكية يكون الحجز باطل لو وقع على مال مش مملوك ليه زي ما لسه قايلين اهو ان لو انا تم الحجز على شيء مش ملكي اصلا ما معيش ليه سندات ملكية يبقى بناء عليه الحجز هنيعتبر ايه باطل طيب نجي بقى بعد كده رقم تلاتة ان يكون المال قابل للحجز في بعض الاحيان يوجد مال مملوك للمدين ولكن ما يقدرش الدائن ان هو يقتضي حقه منه او ان هو يحجز عليه ليه لان هذا المال غير قابل للتصرف فيه من قبل المدين الذي هو المالك ايه متاعه او لان هذا المال لا يجوز حجزه بموجب نص هنا تشريعه هو اللي بيقول ان المال ده ما ينفعش يتم الحجز عليه يبقى هو ملكي انما مش هينفع يتحجز عليه طيب نشوف بقى المبادئ العامة في كيفية تحديد محل الحجز اول حاجة جميع اموال المدين ضامنة لديونه اللي هو مبدأ الضمان العام كل حاجة انا بملكها ومعايا لها سندات ملكية وبتاعتي انا شخصيا يتم الحجز عليها ليه عشان يتم استفاق الدين عنها ما يفعش اقول له تعالى يدائن انت هتحجز على ده ومش هينفع تحجز على ده الا لو ما فيش نص شرعي بيقول زي ما احنا لسه قيلين انما طالما ما فيش نص شرعي او ما فيش مانع يمنع من ان يتم الحجز على الشيء ده يبقى مش من حق ان انا اقول ده اللي يتحجز عليه ده ما يتحجزش عليه كل اموالي اللي مملوكة ليا هي ضمان للحجز عليه لاستفاق الدين اللي علي طب يستوي بقى ان يكون المال الذي يطلب الدائن العادي حجزه خالما اي قيد يعني ما فيش عليه اي قيود او ان يكون موسقلا بقيد لصالح دائن اخر زي رهن او امتياز وبيستوي ان تكون اموال المدين التي يتم حجزها موجودة في حياسته او في حياست شخص اخر اللي هو الغير يعني ايه يعني انا ممكن تكون الشيء ده اه ملكي ولكن هو مش في حياستي هو مع حد تاني موجود عنده هو اسمه الغير يبقى هنا بيستوي ان هو يكون معايا في حياستي او مع حد تاني ليه لان معايا سندات ملكية بتقول ان الشيء ده ملكي ينفع يتحجز عليه يبقى سواء في حياستي او في حيازة الغير بيجوز ايه الحجز عليه طيب يا جزء بقى حجز مال المدين سواء كان مال مفرز أو كان حصة شائعة في مال مملوك لأكتر من شريك زي على سبيل المثال أنا شريك الشركة فطبيعي أنا شريكة يبقى معي إيه معي أسهم في الشركة دي أو معي سندات ملكية للشركة دي بس أنا معي إيه جزء من الشركة اللي هو سندات منها بس أو معي أسهم فيها يبقى برضو يا جزء يتم الحجز عليها يبقى في الحالة دي السندات دي طالما ملكي وطالما يتم باعها وبمقابل فلوس هيتسد بيد دين اللي علي يبقى ينفع إن هي يتم الحجز عليها يا جزء الحجز على مال سبق حجزه من قبل دائن أو دائنين تانين طالما هم حجزوا عليه لكن ما باعهوش أنا حجزت على الشقة كدائن هو دائن تاني هو حجز على الشقة لكن ما باعهاش لبقى من حق إن أنا كدائن إن أنا أحجز على الشقة دي لأن الدائن التاني حجز لكن ما باعش وأنا عايز أستوفي إيه حقي أو عايز أستوفي المال بتاعي طيب تاني حاجة بقى للدائن حرية اختيار المال الذي يوقع عليه الحجز لحرية الدائن ان هو يختار المال اللي هو المحل للحجز وهنا ليها وجهين اول حاجة لا يلتزم الدائن بأن يراعي في الحجز ترتيب معين انا مش برتب الحاجة اللي انا ايه اموال المدين دي انا مش بقعد رتبها لا انا من حق اقول طيب انا عايز احجز على ده ومحجزش على ده كدائن مش كمدين يبقى انا كدائن ما بلتبهمش او ما بقعدش اصنف الحاجة لا انا بقول ايه انا هاحجز على ده ومش احجز على ده برحتي انا كدائن طيب فلا التزام عليه بان يبدأ بحجز المنقول قبل حجز العقار انا كدائن اقول ايه انا هاحجز على الشواء بتاعته او عنده عمره هاحجز عليها انما مش احجز على عربيته مثلا يبقى انا هنا كدائن ايه بحجز ما بقولش ايه انا هاحجز على ده الاول وده بعد كده لأ أنا من حق أن أنا اللي أقول عايزي أحجز على إيه ومحجزش على إيه فما بقدمش شيء على شيء تاني طب لا يلتزم الدائنة المرتهن بأنه يبدأ بالتنفيذ على المال المرهون لصالحه ثالث حاجة بقى لا يشترط وجود تناسب بين مقدار حق الحاجز وقيمة المال المحجوز على سبيل المثال أنا دلوقتي ليا دين عند آسر مثلا أنا دلوقتي ليا عنده مثلا 100 ألف جنيه طب أنا لقيت عنده إيه لقيت عنده شاقتين لما جينا نبيع واحدة فيهم أنا ما بقولش إيه طب هي مين فيهم اللي بقى فلوسها ألف جنيه مئة ألف جنيه لا أنا ما بعملش كده ما بقعدش أشوف أنا اللي أحجز عليه ده لازم يقوم متناسب مع الديل لا ليه لأن إحنا هنبيع شقة منهم جابت مثلا إيه 75 ألف فاضل كام 25 ألف هقول أنا كده استوفيت ديني لا طبعا أنا ما استوفيتش الديل ببيع الشقة التانية على سبيل المثال حتى لو مثلا بـ 200 ألف هاخد القمسة وعشرين أحطهم على المبلغ اللي أنا إيه اللي بباع بالشقة الأولانية يبقى أنا كده كدائن إيه استوفيت حقي طب بقيت الفلوس بقى بتاعت الشقة التانية بتروح لآسر اللي هو المدين يبقى في الحالة دي أنا بشوف مش شرط إن أنا أساوي أو أقول إن أنا لازم أوازي دب دا لا أنا بط بقول إن أنا هيتم الحجز على دا وعايزة دا اللي يتم بيعه في مزاد عالني باخد حقي كدائن وبعد كده إيه بسيب بقيت المبلغ للمدين بقوله خلاص أنا كده استوفيت حق تمام طيب هناك وسائل بقى قصد بها التخفيف من حدة القاعدة اللي إحنا لسا قيلين عليها دي وهي عدم اشتراط وجود تناسب بين مقدار الحق وقيمة المال المحجوز وهي أول حاجة إن يتم الكف عن البيع اللي هو بيع المنقلات المحجوزة لو كان تمن ما بيع منها كافية زي ما لسا قيلينه أنا عندي حاجز واحد عندي اتنين تلات أيا كان إن شاء الله يكونوا عشر أشخاص في عندهم حاجز أو هم كدائنين لهذا الشخص المدين هم بيقولوا هيتم بيع الأشياء بتاعته كلها وبعد ما يتم باعها إيه اللي بيحصل بنستوفيدنا إتبقى مفلوس أو إتبقى مبلغ مالي إيه اللي بيحصل ساعتها بيرجع للمدين تاني زي ما لسا قيل خلاص طيب هنجي بعد كده بقى رقم اثنين وقف إجراءات التنفيذ على بعض العقارات المحجوزة أو تأجيل بيعه ليه؟ بالموقع الشخص ده اللي هو المدين عنده عمارة أو عنده قطعة أرض مثلا بيزرعها على سبيل المثال طيب المحصول بتاعه ده لما بيتباع خلال السنة بيجيب له مثلا إيه؟ على سبيل المثال نقول مثلا 200 ألف طب هو عليه دين كان 100 ألف مثلا يبقى في الحالة دي ما بنحجزش على الأرض لو كان فيه فلوس ممكن تيجي خلال سنة من الشيء بتاعه ده خلال سنة واحدة من الشيء اللي هو ملكه ده هتكفي الدين بتاعه يبقى في الحالة دي ما بحجزش على الشيء بتاعه طيب نيجي بعد كده التلاتة استبدال محل الحجز عن طريق الإداء والتخصيص أي إن بيرفع الحجز عن هذه الأموال وبتنقل إلى مبلغ من النقود وبتخصص الوفاء بالدين بتاعه يعني مش بيتم الحجز إنما بيخصص مبلغ من النقود هو ده اللي بيتم إيه؟ سداد الدين عنه أربعة قصر الحجز أي تخليص بعض الأموال المحجوزة من الحجز وبيتم قصر الحجز على البعض الآخر من هذه الأموال والحق هنا في طلب الحجز بيكون مكسورة على مين؟ على المدين المحجوز عليه طيب نيجي بقى بعد كده التاني حاجة الأموال اللي لا يجوز الحجز عليها إيه هي الأموال اللي لا يجوز الحجز عليها؟ هنقولهم مع بعض الأرباع بعد كده هنشرح كل واحد لوحدة الأموال التي لا يجوز الحجز عليها بسبب طبيعة المال ولا يجوز الحجز عليها رعاية للمدين واحتراما لردة الأفراد وتحقيقا للمصلحة العامة أول حاجة الأموال التي لا يجوز الحجز عليها بسبب طبيعة المال سبب طبيعة المال نفسه لا يتحجز عليه واحد الحقوق المتصلة بشخص المدين واللي هي زي ما قلنا من شوية حق المؤلف إن أنا أقلفت شيء معين يبقى في الحالة دي أنا لايه عليه حق مالي وحق أدبي انا عندي مؤلف عندي مجلد عندي رسالة بحث ايا كان انا لي حق عليه كمؤلف مالي وادبي يبقى مش من حق احد ان هو ايه يحجز عليه ويبيعه مزاد عالمي طيب الخطابات ده الخاصة الخطاب الخاص ده اللي بيبيعت مني لشخص تاني انا بعدت خطاب مني الواحد او لوحدة ايا كان لمن يبقى في الحالة دي اسمه خطاب خاص هو دلوقتي راح لملكي مين للشخص التاني اللي انا بعدتهوله يبقى مش من حق اي حد ان هو يحجز عليه لان هو خلاص دخل في ملك الشخص التاني يبقى دي الخطابات الخاصة الشهادات الدراسية والاوسمة والصور العائلية ليه لان ليها قيمة ادبية لزويها مين هم زويها اللي هم اصحابها سواء كانت صورة عائلية سواء كانت شهادات دراسية اوسمة جوائز اشياء تسكرية دي تعتبر ايه خاصة بالشخص ايه اللي هو تعتبر ملكه ببنى الحالة دي ما ينفعش يتم الحاجز عليها بيه بقى اعيان الوقف الوقف ده اللي هو ايه بنسمع طبعا كلنا عن ايه الارض دي وقف لله تعالى يعني ايه وقف يعني ما ينفعش يتحجز عليها ولا ينفع بيها هي تحجز لعمل شيء خيري او لشيء لله سبحانه وتعالى يبقى ما ينفعش ان اعيان الوقف دي يتم الحاجز عليها او يتم بيعها بمزاد عرمي حقوق الارتفاق والحقوق العينية والتبعية لا يتصور بيع حق الارتفاق مستقل عن العقار المرتفق الا لشخص يملك ايه عقار مجاور لهذا الشخص اللي هو الشخص اللي ايه اللي ساكن في العقار اللي جنبي اللي بيشترك معايا فيه لا يجوز بقى بيع العقار بالتخصيص وهو المنقول اللي بيخدم العقار زي الات الرأي والجرارات الزراعية اللي بيكون مخصصة الخدمة الارض لماذا؟ انا دلوقتي لو بيعتي الجرارات بيعتي مثلا الماشية اللي هي بتخدم العملية الزراعية جوه بيعتي الالات اللي انا بيستخدمها جوه للزراع أنا باعتها إيه اللي يحصل؟ هل ينفع الأرض الزراعية دي يتم باعها؟ يتم زراعيتها؟ لا طبعاً هل هينفع استفيد منها؟ برضو لا طيب في الحالة دي أنا ماينفعش أحجز على الحاجات دي الألات والمعدات دي الزراعية لأن هي بتخدم الأرض الزراعية أو هي اللي بيقوم عليها عملية الزراعة داخل إيه؟ داخل الأرض طيب نيجي بقى الرقم أربعة ما يحكم بتخصيصه لغرض معين لا يجوز الحاجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للتصفية أو لصرف منها على غرض معين في هنا أموال تصفية أو في هنا أموال القضاء هنا هو اللي قال ناخد بالنا من القضاء اللي قال أن الأموال دي مخصصة لحاجة معينة أو لصرف في جهة معينة يبقى ما ينفعش هنا يتم الحاجز عليها لأن هنا في حكم قضاء خمس حاجة الأموال العامة المملوكة للدولة ليه؟ لأن هي بتخدم الأفراد داخل المجتمع بتخدم المرافق العامة يبقى هل ينفعحجز عليها؟ وبعها؟ طبعاً ما ينفعش ليه؟ لأن رسائلينها بتخدم المجتمع والأفراد داخل المجتمع فبالتالي ما ينفعش يتم الحاجز عليها اتنين بقى الأموال التي لا يجوز الحاجز عليها ده رعاية للمدين أول حاجة ما يلزم المدين وأسرته من فراش وسياب وما يلزم أسرته من غداء لمدة شهر ما ينفعش يتم الحاجز عليهم لأنه هيكل وهيشرب منين مش هينفع أنه هو يعيش من غير أكله وشربه هو وأسرته ولا ينفع يعيش من غير سياب أو مسكن أو مأكل زي ما لسا أيلين يبقى دي حاجات ما ينفعش يتم الحاجز عليها عشان رعاية لمصالح المدين نفسه ثالث حاجة أساس الماشية اللازمة لانتفاع المدين بها في معيشته اللي بينتفع بها في المعيشة بتاعته أربعة ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته وخمس حاجة لأجور المرتبات والمعاش بشرط أنه ما يزدش عن الربع يعني في حدود الربع أقدر أحجز عليه إنما أكتر من الربع ما ينفعش بعد كده رقم واو عندي المبالغ المحكوم بيها للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ستة الملكية بقى الزراعية في حدود خمسة أفدينة وملحقتها وإذا زادت الملكية دي عن خمسة أفدينة يتم الحجز عليها إنما لو الشخص ده عنده عشر أفدينة أقدر أحجز على إيه؟ خمسة طب عنده ستة أحجز على واحد إنما عنده خمسة ما ينفعش يتم الحجز عليه لذا في حدود إيه؟ في حدود خمسة وأكتر من خمسة هو اللي أقدر أحجز عليه الثالث حاجة بها الأموال التي لها جوز الحجز عليها وده احتراماً لإرادة الأفراد وهي الأموال الموهوبة أو اللي بيكون موصي بها ليه؟ لأن هي كده خراص خرجت من زمام أمري أنا ما بقيتش بتاعتي وبراحة لي مين الشخص اللي موهوبة لي أو الشخص اللي أنا بديها له أو بوصي بأن هو إيه ياخدها مني في الحالة دي هي ما تعتبرش ملكي ولا تعتبر في خصيتي أو اختصاصي أربعة الأموال التي لها جوز الحجز عليها تحقيقاً للمصلحة العامة زي الأموال اللازمة لسر المرافق العامة لأنها بتخدم الدولة أو بتخدم الشعب فبينفعش أن نحجز عليها وبتحقق مصالح عامة اتنين ودائع صندوق التوفير وشهادات الاستثمار في حدود برضو خمس تلاف جنيه زيادة عن الخمسة أقدر أحجز عليها إنما الخمسة يبقى من حق يحجز الخمسة مش من حق أن نحجز أكتر من خمسة من حق أن نحجز طب نشوف بقى إجراءات التنفيذ إيه هي إجراءات التنفيذ إجراءات التنفيذ هنتكلم أول حاجة عن أنواع الحجوز هنتكلم عنهم واحد واحد الأول حجز المنقول لدى المدينة وبيعه ده اللي إحنا نتكلم عنه النهاردة الحجز التحفظي على المنقول وحجز مال المدينة لدى الغير وحجز العقار وبيعه اللي هو التنفيذ على العقار دول اللي هيبتدوا بإذن الله معنا من الحصة الجاية طب حجز المنقول بقى لدى المدينة وبيعه أول حاجة التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه تاني حاجة حجز الأسهم والسندات والإرادات والحصص وبيعه هنا بقى في عندي تلات طرق عشان يتم حجز المنقول لدى المدين وبيعه أول حاجة حجز المنقول لدى المدين وهو الحجز على المنقول المادي اللي هو بيكون المملوك للمدين سواء كان ده في حياسته أو في حياست من يمثله زي ما لسا عيليين ممكن يكون معه الغير يعني مش شرط الشيء ده اللي أنا بملكه يكون معايا لا ممكن يكون معايا او معا الغير وذلك بقصد طبعا وضعها تحتياد القضاء عشان يكون ده تمهيد لباعها في المزاد العلني وكل الدائنين يستوفوا حقهم من خلال ايه من خلال التمن ده يجب بقى قبل توقيع الحجز ان يتم اعلان السند التنفيذي للمدين ويمر يوم من الاعلان للتنفيذ ليه عشان اعرف المدين ان بالفعل هيتم الحجز على اموالك ما ينفعش اقول له انا معايا ورقة سند التنفيذة هو ادي الاعلان هنفذ دلوقتي لا لازم يمر يوم على الاقل من الاعلان الى التنفيذ بحجز مال المدين لدى الغير لما قلنا ان الشيء ده ممكن يكون اه ملكي اهو بس عند غيري يبقى في الحالة دي برضو اقدر ان انا احجز عليك دائم طالما شيء هستوفي عن طريق حق والحجز على العقار شروط صحة حجز المنقول بقى لدى المدين يجب ان يتم الحجز في المكان الذي توجد فيه هذه الاشياء المراد الحجز عليها لان الحجز بيكون باطل لو كان المحرر ده مش موجود في ايه مش موجود في المكان دلوقتي انا هيتم هو الحجز محضر الحجز هيعرف هو يروح يحجز فين مش هيعرف ليه لان انا اساسا مش كدله مكان الحجز الاشخاص اللي هيجوا بسلا هيبيعوا مزاد علن هيعرفوا المكان منين مش هيعرفوا ان استند التنفيذي فين مش مكتوب فيه الحجز يبقى اول حاجة لازم يكون محضر حجز المنقولات مكتوب في ايه المكان اللي هيتم فيه ايه الحجز اتنين عدم موجود الحاجز عند توقيع الحجز لو كان بقى الحاجز هنا مش موجود عن توقيع الحجز ليه بنقوله ما تبقاش موجود هنا لو الدائن والمدينة جمعوا ساعة التنفيذ مش ممكن تحصل مشاكل ممكن يحصل اي مشكلة تعرقل او توقف او تمنع التنفيذ في الحالة دي بقول ايه ان بخلي الدائن ما يبقاش موجود اللي هو الحاجز بقوله يا ليت ما تبقاش موجود ساعة التنفيذ عشان يتم التنفيذ بايه بهدوء ويتم بشكل قانوني سليم يسمح بحضور الوكيل عنه مين هو الوكيل بقى زي المحامي بتاعه ليه المحامي بتاعي اللي مساكل القضية مش عارف كل حاجة في القضية طيب دلوقتي ساعة الحجز مش هو هيبقى عارف ايه الاشياء اللي هيتم الحجز عليها يبقى هو اسمه ايه مرشد للحجز يبقى يعرف ايه اللي هيتم الحجز عليه وايه حاجات بالضبط او ايه الديون اللي هو عايز ايه يجبها للدائم بتاعه او للموكل بتاعه تلاتة ضرورة حضور احد مأموري الضبط عند كسر الابواب لما جي اقصر باب مصنع فندق شقة محل ايا كان مش ده يعتبر عمل او يعتبر اجراء خطير طب ايه اللي لازم يحصل بقى ساعاتها لازم يكون فيه واحد من مأموري الضبط القضائي موجود هو اللي لازم يكتب ده ويسجله ويثبته في ايه في المحضر عشان يقول ان هو عمل العمل ده باجراء قانون انه لازم يكون عمله باجراء قانوني مش هو اللي عملوا من نفسه اجراء قانوني امتى لما يثبت دف محضر ايه في محضر الاسبات بتاعه طب محضر الحجز بقى يجب ان يجري الحجز بموجب محضر محضر يسمى بمحضر الحجز اللي سألين عليه وبيشتمل على بيانات واجب ذكرها في اوراق طبعا ايه المحضرين طب تعالوا بقى نشوف البيانات اللي بيشتمل عليها محضر الحجز والواجب ذكرها في اوراق المحضرين اول حاجة لازم يكون مكتوب موجود فيه السند التنفيذ اللي هو صادر بحكم محكمة اللي هو بناء عليه راح ينفذ تاني حاجة لازم يكون مكتوب فيه مكان الحجز زي ما لسا ايلين تلاتة لازم يكون مذكور فيه ما قام به معاونة تنفيذ من اجراءات وايه الصعوبات اللي لقاها وايه الاجراءات اللي عملها ولقى صعوبات او مشاكل وتغلب عليها ازاي كل دا بيثبته في ايه محضر الحجز اربعة بيان مفردات الاشياء المحجوزة بالتفصيل وهنعرف دلوقتي هو ليه لازم يثبتها وهنعرف بيد الصورة المين تعيين موطن مختار للحاجز اذا كان هو مش موجود في مقر المحكمة الجزئية اللي موجود فيها الشيء اللي هيتم الحاجز عليه لو ما كانش ليه مقر فيه او سكن فيه لازم يتوجد له مقر سكن ايه اللي هو مش موطنه الاصلي زي مين زي مكتب المحامي بتاعه عشان اي اعلان او اي اوراق تروح له فين على مكتب المحامي بتاعه ستة تحديد يوم البيع وساعته لازم طبعا يتم تحديد نوع المعاد بتاع البيع والساعة بتاعته اللي بيجري ايه فيها هذا البيع سبعة توقيع معاون التنفيذ والحارس والمدين ان كان حاضر على محضر الحاجز طيب يتردت بقى على عدم توقيع المحضر مين بطلان الحاجز ان انت نفسك كمحضر لما جيت تعمل الحاجز انت عملت ايه ما مضيتش عليه يبقى يعني اعتبر ايه المحضر الحاجز ده باطل جزاء بقى تخلق بيان من بيانات محضر الحاجز اللي احنا لسه كنا ايلينها السبعة اللي لسه ايلينهم اول حاجة بيبطل الحاجز اذا تخلى في البيان الخاص بمحل الحاجز اي ما تذكرش فيه المنقلات يبقى انا رايح هعمل حاجز على ايه وانا اساسا ما ذكرتش المنقلات اللي هيتم الحاجز عليها يبقى لازم اول حاجة ايه عدم ذكر المنقلات دي بيترتب عليه بطلان ايه الحاجز يبطل الحجز إذا لم يبين مكانه إحنا ما كتبناش هيتم الحجز فيه يبا هنا يعتبر الحجز باطل زي ما لسألين ثلاثة بقى لا يترتب على تخلف البيانات الأخرى التي يشملها محضر الحجز أي بطلان لهذا العمل طيب نيجي بقى نشوف تعيين الحارس تعيين الحارس الحارس هو مين هو الشخص اللي بيتم الاستعانة به عشان يعمل إجراءات الحجز أو يكون موجود ساعة إجراءات الحجز بنعينه يبقى موجود على المكان ده ليه عشان أنت كمدين زي ما قلنا في الأول خالص ما تجيش تاخد الأشياء اللي يتم حجزها ما تبعهاش ما تبوزهاش لو كانت مثلا المحاصيل يبقى في الحالة دي أنا بعين حارس بقوله أنت موجود هنا عشان تحافظ على الشئ ده هنعرف دلوقتي إيه واجباته إيه حقوق قد يكون الحارس ده فرض لو كان أنا دلوقتي بحطه حارسه هو على شقة يبقى هو واحد لو كان فيه أكتر من شيء جوه الشقة أو لو كان الحاجز على أكتر من شقة يبقى بعين إيه أكتر من حارس على إيه على الشيء إذا كان متعدد طيب يبقى إحنا قلنا ممكن يكون واحد وممكن يكون إيه مجموعة من الأفراد طيب المركز بقى القانوني للحارس بيعتبر الحارس هنا من أعوان القضاء يبقى ممكن يجيني السؤال ده أكمل يقول لي يعتبر الحارس من أعوان إيه هقوله من أعوان القضاء ليه لأنه هو يعتبر وكيل عن الحاجز والمحجوز عليه هو ولا معدى ولا معدى إنما هو إيه؟ هو مجرد واحد القاضي هو اللي بيقوله روح أو معاون التنفيذ بيقوله روح تبقى موجود في المكان ده عشان تمنع العبس أو تمنع أي حاجة تحصل داخل إيه؟ المكان لحد دم ما نعمل إيه؟ لحد دم ما نعمل المزاد العلني ويتم البيع واستفاء الدين وبيقضي خدمة عامة طبعاً وبياخد بذلك حكم الحارس القضايا طب هنتكلم بعد كده بقى عن واجبات الحارس زي ما لسه قايلين المحافظة على الأشياء المحجوزة إلى أن ينتهي الحاجز بالبيع أو بأي سبب آخر أنت كحارس واجب عليك أن أنت إيه؟ تحافظ على الشيء المحجوز تمنع أي حد أنه هو يلعب فيه أو يبوزه أو يحرق الحاجة دي أو يباعها أنت بتمنعه أنه هو يعمل عليها أي إجراء يبقى أنت واجب عليك إيه؟ تحافظ على المال المحجوز أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي يعني إيه عناية الشخص العادي؟ أعتبر إن الحاجة دي بتاعتي كأنها بتاعتي فأحافظ عليها كحارس يبقى ما أقولها مواش إيه دي مش بتاعتي أنا أصلا الشخصية يبقى إيه؟ أهمل في إن أنا أحافظ عليها لا أنا أحافظ عليها كأنها بتاعتي أنا الشخصية طيب هنتكلم بقى بعد كده عن يجب أن العلا الحارس أن هو يقدم هذه الأشياء كما كل ما طلب منه إحنا نهاردة هنبيع بالمزاد العلا يبقى بطلب منك كحارس إيه؟ قولك سلمني بقى الأشياء اللي أنت كنت حارس عليها سلمني الأشياء اللي أنت كنت إيه؟ اللي أنت كنت مسؤولة عنها يبقى بمجرد مطلب منه سواء قبل البيع أو أثناء أو أيوم البيع هو واجب على إن هو إيه؟ يقدم ليا الأموال دي أو الأشياء اللي تم حجزها أربعة ليا جزء للحارس إن هو يستعمل الأشياء دي أو إن هو يستغلها أو إن هو يعرها وهو عمل ده بيحرم إيه؟ من أجرة الحراسة وبيلتزم بالتعوين أنا كحارس ما ينفعش أستغل الحاجة ما ينفعش أستعملها ما ينفعش أديها مثلا إيه لواحد صاحبي قوله إيه؟ خدها المدة أسبوع ورجعها لي لأ يبقى أنا بحفظ عليها زي ما لسه أعيلين ممنوع علي أن أستعملها ممنوع علي أن أنا أعرها لأي حد لازم لو عم عملتش كده هيطبق علي إيه؟ إن أنا مش هاخد الأجرة بتاعتي كحارس وبالتزم بإيه؟ بالتعوين نتيجة أن أنا إيه؟ أتلفت الشيء أو نتيجة أن أنا استعملته وما راعدش إيه؟ واجباتي كحارس يرد هنا بقى استثناء وهي لو كان الحاجز على ماشية أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو أيا كان الشيء اللي هو إيه بيحرصه هنا قضية تنفيذ بناء على طلب بينزوي الشأن زي الدائن الحاجز بيكلف الحارس بالإدارة أو باستغلال الشيء ده زي مثلا أرض زراعية وانا لو قعدت عليها حارس لمدة شهر لحد ما يتم البيع وما كانش فيه مراعية لهذه الأرض أو ما كانش فيه مثلا تشغيل المصنع ده أو المشغل ده هيقف هيبقى مش هيجيلي من وراء فلوس أو عائد يبقى في الحالة دي أنا كقادي بطلب بناء على مين؟ بناء على طلب من زوج الشأن أن هو يستغل الحاجة دي عشان يطلع منها إيه؟ السمار أو الريع بتاعها طيب بعد كده بقى نقول إيه؟ إذا كان الحارس هو مالك الأشياء المحجوزة يبقى في الحالة دي إيه اللي بيحصل؟ هنا كمالك الأشياء المحجوزة أو صاحب حق الانتفاع بها فإن هو يجوز لي أن هو يستعملها في الأغراض اللي خصصت لي والسمار دي تعتبر حق لي مش حق المين للدائل وإذا بدد الحارس الأشياء يعني تم سرقتها أو تم هلكها هنا بيعاقب بعقوبة خيانة الأمانة لأنه هو خالي الأمانة اللي مطلوبة إيه منه؟ حقوقه إيه بقى؟ بيستحق الحارس طبعا عن غير المدين أو الحائز لو ما كانش مدين أو حائز بيستحق أجر عن الحراسة وبيقدر أجر الحارس بأمر يصدره من مين؟ قضية تنفيذ بناءنا طبعا على عريضة أو طلب بيقدم إليه طب لو كان الحارس ده حائز الأشياء المنقولة ديت أو المحجوزة هنا ما بيستحقش أجر لأن انت بالفعل الحائز لها طب إمتى بقى تنتهي الحراسة؟ بتنتهي ببيع المال المحجوز؟ خلاص تم البيع يبقى تنتهي لعملية الحجز؟ أو بصدور حكم ببطلان الحجز لأي سبب من الأسباب؟ أو سقوط الحجز لعدم قيام البيع في المعدل المحدد قانونا اللي نص عليه القانون أو للتنازل عن الحجز؟ طب لو توفى بقى الحارس الورس قطوعه واجب عليهم أن هم يبلغوا مين؟ يبلغوا القاضي ويبلغوا محضر الحجز؟ ليه؟ بيقولوا أن الحارس توفى ليه؟ عشان يجيبوا غيره أو يعينوا غيره لأن هم لو ما عملوش كده هيترتب عليهم إيه؟ بيلزموا بالتعويض طيب عزل الحارس بقى أو استبداله أو لو تم إعفاؤه لأنه هو عمل أي مخالفة من اللي نحن لسه قيلين عليهم في واجباته أو اللي هو لازم يعمله لو خالف الواجبات دي يبقى بيتم عزله أو بيتم استبداله أو هو اللي بيطلب أن يتم استبداله بواحد تاني هنا بينتهي إيه؟ عمله كحاجز طيب إعلان محضر الحجز بقى للمدين إذا حصل الحجز بحضور المدين يجب تسليم صورة تنفيذية من محضر الحجز طبعا طيب إذا تم بقى الحجز في موطنه وما كانش حاضر بتترك ليه صورة في موطنه لأي حد من كان موجودين معاه زي الأزواج والأقارب وأصهاره أي شخص يكون موجود معاه في محل إقامته أو بيشتغل عنده طيب إذا حصل بقى الحجز في غيبة المدين أو في غير موطنه لازم يتم إعلانه بمحضر الحجز في اليوم التالي على الأكتر طب عدم إعلان بقى المدين المحجوز عليه بمحضر الحجز بيؤدي إلى بطلان البيع أما الحجز بيفضل موجود زي ما هو وصحيح ومنتج لكل أصاره طب تأخير بقى الإعلان هنا برضو ما بيترتبش عليه بطلان الإعلان إنما بيترتب عليه إيه؟ إن إحنا بنأجل الإعلان أو بنأخره لمعاد تاني إنما مش بيبطل الإعلان إنما بيفضل موجود الإعلان وبيتم الإعلان البيع زي ما هو طب إذا تعدد بقى الحجوز الحجز الأول لا يمنع من توقيع الحجز الثاني ليه؟ لأن إحنا بننفذ الحجز الثاني بطريقة مختلفة عن الحجز الأول وهنا ليه؟ المشرع عمل كده ليه؟ عشان يوحد إجراءات التنفيذ على إيه؟ على المال طب يجب بقى على معاون التنفيذ أنه هو يكون بإعلان محضر الجرد إلى كل من مين؟ الجرد اللي هو إيه؟ أنا دلوقتي دخلت شقة دخلت مصنع دخلت مشغل أيا كان دخلت إيه؟ هو ده اللي هيتحجز عليه؟ لازم أعمل محضر جرد أكتب كل حاجة صغيرة وكبيرة موجودة في المكان ده وبعملها في اسمه محضر جرد ليه؟ هنعرف دلوقتي ليه؟ وهنعرف بيتسلمني مين؟ أول حاجة بسلمه للحجز الأول ليه؟ عشان يستمر هذا الحجز في المضيف إجراءات الحجز بتاعته عشان يستوفي إيه؟ حقه أو يستوفي دينه اتنين بديه للمدينة المحجوز عليه اللي هو الشخص اللي تم الحجز عليه تلاتة حارس الأشياء المحجوزة طب أنا بدي الورقة دي بقى الحارس الأشياء المحجوزة ليه؟ أنت كحارس لو أنت عارف أن ما تمش جرد الشئ ده مش أقدر أخذ منه اللي أنا عايزة هو أتصرف فيه لو أنا بقى عارفة أن أنا كحارس أن الأشياء اللي موجودة جوه دي اتعاملت في محضر جرد يعني معروف إيه اللي موجود جوه هقدر ألعب في الشئ ده هقدر أبيعه هقدر أستغله هقدر أستعمله أنا كحارس ما أقدرش أعمل كده لأننا عارفة أن الحاجات اللي جوه دي معروفة أو تم جردها أربعة معاون التنفيذ اللي أوقع الحجز الأول وهو طبعا بيبقى كبير المعاوني معاون التنفيذ اللي بيتبعه معاون التنفيذ اللي هو أوقع الحجز أو اللي عمل الحجز الأول عشان يراعي مصلحة الحجز الثاني لما يتم عمل إيه بيع المنقلات المحجوزة طيب إجراءات بقى بيع المنقلات المحجوزة بتتم إزاي يوم البيع هو من البيانات اللي يجب أن يتضمنها محضر الحجز ضرورة تحديد يوم البيع والساعة زي ما لسه قايلين عشان يتم إعلان المدين بأن أنت هيتم الحجز عليك وهيتم بيع الأشياء بتاعتك في اليوم المعين للبيع طب الدواب الزمانية اللي يجب مراعاةها في تحديد اليوم لازم يكون اليوم ده لازم يكون ضرورة مرور 8 أيام على إعلان المدين بمحضر الحجز قلناه في الحصة اللي فاتت ليه أنا بديك 8 أيام كمدين عشان خلال 8 أيام دول تقدر تشوف لو تقدر تتصرف الفلوس وتسد الدين اللي عليك يبقى مش هيتم بيع مزاد عالني إنما لو ما قدرتش في خلال 8 أيام هيتم بالفعل البيع مزاد العالني وهيتم استفاق حق الدقينين من إيه من فلوسك طيب ضرورة دقى مرور يوم على إتمام الإعلان زي ما لسه قيلين لازم يتم يوم على إيه على الإعلان بين الإعلان وبين الحجز ليه عشان يتم إعلان أكبر عدد من الناس اللي هما بيرغبوا في الشراء تلاتة عدم الالتزام بالمدد السابقة ليه لو فيه ظروف استثنائية أو فيه ظروف مثلا البضاعة أو الحاجات اللي تم الحجز عليها عرضة للتلف ممكن طبوز ممكن يتم الأشياء دي ممكن مثلا ما تفضلش موجودة على حالة بتاعتها مثلا لو عقار هيبقى بكرة سعره أعلى من دلوقتي يبقى هنا فيه ظروف استثنائية بتقولي لازم يتم البيع دلوقتي مش هنراعي المدد اللي احنا كنا لسه قيلين عليها دلوقتي طب أربعة ضرورة إجراء البيع خلال تلات أشهر من تاريخ الحنز مكان البيع بقى بيبقى إمتى فين لازم يتم البيع فين في المكان اللي موجود فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق يبقى هنا مين اللي بيقول كده بقى محضر الحجز نفسه بيقول إن هيتم البيع في المكان اللي فيه الشيء ده أو في أقرب سوق موجود فيه إيه فيه الشيء طبعا بيسجل ده فين بيسجل ده طبعا في محضر الحجز طب هنتكلم بقى عن الإعلان عن البيع الإعلان هو الإعلام بأمر الإعلان يعني أنا بعرف الناس بإن فيه إعلان وإن فيه بيع يبقى بعلمهم بأمر الإعلان يبه هو ده تعريف الإعلان عن البيع عشان يتقدم مين بيتقدم ليه كل شخص عايز إيه عايز يشتري طيب يتم بقى الإعلان بوسلتين اللصق والنشر يعني إيه اللصق بيكون ده عاقب إقفال باب المحضر الحجز إحنا خلاص أفلناه بمجرد ما يتقفل بيوجه بين القانون على معاونة التنفيذ إن هو يلصق على باب المكان الذي يوجد به الأشياء المحجوزة أو على باب العمدة أو على باب المشايخ أو على باب أي مكان يكون يتم النظر ليه أو يتم معرفة إن بالفعل فيه إعلان بيلصق عليه إيه هذا الإعلان النشر بيوجب هنا قانون الإعلان عن البيع عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية والإعلانات اليومية إجراء المزاد بقى بيتم إزاي؟ بيتم التحضير لإجراء المزاد ما بيبدأش معاونة التنفيذ في إجراء البيع إلا إذا قدم له طلب بذلك من قبل مين الحاجز ويجب عليه قبل أن يبدأ فيه البيع إن هو يكون بجرد الأشياء المحجوزة وبيحرر محضر طبعا بده زي ما لسألين ليه؟ عشان يعرف الحارس إن أنت لو أخليت بمسؤوليتك هيتم إيه؟ توقيع العقاب عليك طب حرية بقى دخول المزايدة أي شخص من حق إن هو يدخل المزاد العلني يشتري الشيء ده طالما عايزه وفيه هنا استثناء من القاعدة إن لا يجزل المدين ولا للقضاء إن هما يدخلوا في هذه المزايدة أو للمحاميين أو للمدينة إن هما يقدموا نفسهم إيه؟ في هذه المزايدة طب إجراء بقى المزايدة بيبدأ بالمناداء على المحضر المحضر ده بينده على الشيء المعروض وبيقول على سعر مبدأي ليه وبيتم بيكون إيه؟ بسماع المزايدة من أكتر من شخص الموجود لحد ما يرسل مزايدة على واحد فيه طب المحضر هنا بقى مش مقيد بإن يوقع البيع إن هو يصل إلى تمن معين لا أي تمن بيوصل ليه البيع هو ده اللي بيرس عليه المزايد هنا بقى المحضر بيوقع البيع اللي مين؟ لأكتر واحد قدم عطاء لإيه؟ للشيء ده طب رسول المزايد بقى وتحرير المحضر بيقرر المحضر هنا رسول المزايد على صاحب أعلى عطاء زي ما لسا قيلين ويجب على المحضر إن هو يحرر بما تم فيه جلسة المزايدة محضر يسمى إيه؟ بمحضر البيع وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة وزي ما احنا متفقين مستني أي تعليقات أو أي أسئلة أو أي استفسارات لكم على موقع قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب في أي وقت إن شاء الله على استعداد إن يجاوب لها وبإذن الله هنكمل الدرس بتاعنا الحلقة الجاية لشرح مادة مبادئ قانون المرافعات باتمنى لكم من كل قلبي النجاح والتوفيق وإلى اللقاء اشتركوا في القناة